منك الأغالي السندي بيلعب للمنافسة كده 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 كنت أكلمك عن بانك الأغالي بما إنك اسم كبير في قرارة القدم النساء وفي مصر كنت أعايي تقالك على الحال كله وبعد كده هجيلك عن البنك الأغالي طبعًا طبعًا، إحنا الدوافع عندنا إن إحنا نلعب على ابتولة وده لاZIM بشربه للبنات الثقافة اللي لازم توصل لرياضي ودايماً يلعب على المكسب ويلعب على أن هو يحقق ويرفع اسم المكان اللي بيلع فيه وينتمي إليه ودي مهمة جداً جداً طبعاً المنافسة هتبقى شرسة جداً السنة دي لأن نظام الجدول السنة دي أو الدوري السنة دي معمولة على عشر فرق الدور الأولين هيتلعب عشر فرق دور واحد أو العشر فرق هما هيلعبوا على البطولة والتسع البقيين أو التمانية البقيين هما هيلعبوا على الهبوط فهتبقى المنافسة شارسة جدا كله عايز يحجز مجان في العشرة الأوائل أنا واسخ إن شاء الله من بناتنا بالدعم اللي بيحصل من النادي مع المهارات بتاعت البنات مع ثقافتهم مع فكرهم مع الحماس اللي عندهم نقدر نعمل حاجة سنادي رغم المنافسة ورغم اللعبة المحترفة ورغم طبعا عايز أقول إن كمان إزاعة الموطشات ده بتعمل رهبة للعبات خلي بالك إنهم مش متعودين على الموضوع ده بس من جانب تاني في لعبات هتفرح طبعا إحنا كلنا بنفرح على فكرة أنا أقصد يعني فيه جزء الآن جدا يقولك يا رب ما تشاف فيه جزء تاني يقولك لأ ده أنا عايز ألعب بقى حبدأ أكتر حبدأ أكتر وتشاف ودي مهمة جدا إن الإعلام هو قاطرة لأي حاجة عايز تنجح بالمناسبة مين أفضل قوام أو تشكيلة أو عمك تشكيلة في الدورة السنة دي والله فيه أكتر من نادي على مستوى الانتدابات والعناصر يعني أكتر من نادي يمكن يمكن نادي الأهلي جايب بعناصر كتير السنة دي لأنه طبعا بدأ من اللاشيء يعني ما فيش فرقة أصلا وبدأوا يعملوا كيان فريق من أول حارس المرمى لغاية المهاجم طبعا إنت بتتكلم في مينموم 25 لعبة فدي طبعا رقم كبير جدا نفس الشيء نادي الزمالك بدأ برضو من الصفر لغاية مع عمل 25 لعبة أو أكتر نادي زد كان السنة اللي فاتت وكان عامل الانتدابات بس يمكن نادي الأهلي جايب لعبة من أمريكا وجايب منوع واحدة من سربيا وواحدة من نيجيريا ولعبتين أو ثلاثة من فلسطين اللاعبات الفلسطينية بدأوا ينتشروا في الأندية المصرية كتير لأنهم بتعملوا معاملة المصريين يعني أنا من وجهة نظري برضو نادي مصار السنة دي من الأندية اللي حتشارك في بطولة أفريقيا برضو جايب انتدابات كبيرة لا السنة دي الدوري حيبقى شيخ للناس حلو لما تتفرج على ماتش الأهلي مع البنك الأهلي الأهلي مع مثلا مصار الزمالك مع زد زي ما تفرجنا بس أنا ليه ملحوظة فضل أتمنى من يعني من اللي كمان بيزيعوا المباريات يعني ممكن واحد أو اتنين مش بدون ذكر أسامي يعني يكونوا مذكرين اللعبة يكونوا مذكرينها كويس أو يعني كرة القدم بقالها سنين طبع هي ما ظهرتش السنة دي صحيح فإحنا مش عايزين نخفل دور ما سبق من اللاعبات والمدربين والمسؤولين اللي بنوا اللعبة ونبقى كلنا اختزل اللعبة السنة دي عشان الأهلي والزمالك موجودين مفهوم مفهوم لا الموضوع مش كده لا أنت مضيعش مجهود ناس كبيرة جدا جدا وكبات كبار من اللعبات اللي اجتهدوا ولعبوا في الضل ولعبوا ببلاش لا بس حركة عندك حق مية في المية أنه كلنا لازم نذاكر أختر كلنا لازم نهتم أختر طبعا اللعبة يبقى خلاص واجب بقى خلاص ذاكر أتفق معك يعني الناس اللي بتبدأ تشتغل في المجال صح ذاكر المبوح صح صح محضوص سطحي مية في المية عشان ما تهبطش مية في المية شركة عاربات